تجانا الامبي وانت قالولي انت في نفس تشكيل فريق المطش اللي فات هيبدأ بالبلعوتي احمد صبيحة محمد اسماعيل حامد خليل كلوشة محمد حمدي دويدار ومعهم زياد كمال ومودي ناصر في وسط الملعب ثلاثي خط الهجوم عبر رحمان عماد واحمد امين اوفا ورفيق كابو الامن ايه من فريق امبي وفي نفس الوقت ممكن الزمالك يكسب ازاي فريق امبي بالتشكيل اللي هو حتى كابتن هو تامر مصطفى تامر دايما بيامن الجزء الدفاع يعني هو بيلعب بثلاثة سردباكات الكلوشة ومحمد اسماعيل وصبيحة على الورق بيلعب خمسة يعني هيلعب خمسة ورق خمسة ورق اه محمد الحمد بيقفل خمسة ورق واثنين دفندر قدامهم دول اللي هيبقوا سابتين طول الوقت وهيدي مساحة للنادزة مالك يبني الهجمات يعني على اساس ان لما يقطع الكرة يبقى فيه مساحات عنده يقدر يحط الكرة فيها ويستغل السرعات انما عنده لعيب كويس محمد حمدي ناحية الشمال لعيب كويس جدا وبيستغلوا في الجزء الهجومي نفسه مفهوم أسوريو بس على طريقة يعني تانية يعني بيلعب بحمدي حمدي لعيب كويس واشول وصغير في السن وبيقفش الجوة بيطلع لبرة عنده الأوفر كويس جدا وما بيستناش يطلع للخط عشان يعمل الأوفر ومن ناحية اليمين مصطفى ديودار نفس الشيء دول هيزقوا نص ملعب يلعب اكيدنه بيلعب اربعة نص ملعب وهي الكرة معاه وهي الكرة بيدافع هيبقى خمسة واثنين في ألبوم اثنين ديفندرز اللي هو زياد كمال ومودي ناصر والثلاثة الأماميين اللي ممكن يرجعوا لنص من الملعب على أساس ان يبقى فيه نص ملعب نادي الزمالك فاضي ويبتدي الدفاع بتاعه من نص ملعبه هو يعني بداية مسحاتها نادي الزمالك في نص ملعبه هو وفي نفس الوقت في تفكيره لما يقطع الكرة هيلعبها المين كبو ما هو ما فيش غيره لو طلع ويشتغل من لجناب مع زياد كمال ومحمد حمدي ومصفد يودار ورفيق كبو ناحية المين هيبقى اعتماد على الأفرات المين لأوفا لانه هو بلعب كويس الزمالك ازاي مع التكتر الدفاع اللي انت بتقول عليه ده يقدر يخترق الدفاعات ده وقدر يجيب جون او جيل تاني يبقى احنا فاهمين ان احنا السرعات ناحية رفيق كبو ده اسرع واحد فيهم موجود يبقى فيه لازم السردباك اللي ناحيته او الباك اللي ناحيته يبقى قافل شوية واحنا بنهاجم ودي نقطة مهمة جدا ابتدت تتطور في دفاع نادي الزمالك من مباراة الأخرى ان احنا وإحنا بنهاجم ازاي نقف وازاي السردباك يقف وازاي الدفندر يميل ناحية الكورة يعني احنا بنهاجم ناحية الشمال يبقى لازم الدفندر عشان نميل ناحية الشمال على أساس من هي لو تقطعت ياخد التانية او حتى تلعب تلونج بيبقى فيه سردباك والدفندر ناحية الشمال يبقى قريب من الحدث والباك العكسي او السردباك التاني يقفل من ناحية الهجمة هي دي النقطة اللي الناس زمالك بتتطور في دفاعه بقى لها فترة وان شاء الله النهاردة تظهر يعني هو اعتباد انبي كله هيبقى على سرعات رفاق